يقول موجود في رسالة لأحد الدعاة بنجد هذا القول وهو من اعتقد بقلبه ونطق بلسانه وكرر الشهادة ولو مره فهو مؤمن فأل هذا القول صحيح؟ لا ما هو صحيح ماذا يقول؟ من اعتقد بقلبه ونطق بلسانه وكرر الشهادة ولو مره يعني ولو لم يعمل بها ما ذكر العمل ايه تاجي انه يتجاب الرسالة ويشوفها نعم